بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زدنا علما وفهما وفقها وألحقنا بالصالحين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس الفتوى وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه أيها الإخوة الكرام تردنا أسئلة كثيرة جدا فيما يتعلق بما يتعرض له الإنسان من هجمات خبيثة أعني بها أمور السحر والشعوذة والعين الحسد وما أشبه ذلك هذه المسألة لها أحكام كثيرة نصت عليها الشريعات الإسلامية ولها علاجات ولكن كل مسألة منها لا حكم خاص فبعض الناس عندهم الوسوسة وعندهم الأزمات النفسية وعندهم شيء آخر فيظنون أنفسهم معرضين لمثل هذه الأعمال الخبيثة من سحر أو شعوذة أو عين مع أنهم سليمون من كل ذلك وعلاجهم ذاتي هم يستطيعون أن يعالجوا أنفسهم بأنفسهم لأن عندهم أزمات نفسية ووساوس ليس أكثر وبعضهم فعلا قد وقع عليه شيء من هذه الهجمات الروحية الخبيثة إما أنه تعرض لسحر أو لعين أو لأعمال أخرى خبيثة كالشعوذة ونحوها والمخاطر التي تطرع على الإنسان منها ما يكون بواسطة الطعام ومنها ما يكون بواسطة اللباس ومنها ما يكون من البعد يعني بواسطة تسخير الجن وما أشبه ذلك وهذه أمور أثبتها القرآن الكريم أثبت بأنها موجودة وأنها فتنة وأنها من الابتلاءات ولها علاجات في الشريعة الإسلامية ففي هذا الموضوع وفي غيره أيضا من كل ما يطرع عليكم من أمور دينكم نستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها أمامكم على الشاشة كذلك نستقبل أسئلتكم من خلال تعليقاتكم على منصات التواصل التابعة لقناة الفلوجة وعلى بريد القناة الدائم ونؤكد بأن قناتنا تبث بثا مباشرا على صفحة الفيسبوك ليتسنى لمن لا يؤمن بث قناتنا في تلفازه ليراها وحلقتنا تعاد أيضا في اليوتيوب وفي وسائل التواصل حياكم الله جميعا ومرحبا بكم نبدأ بالأسئلة التي وردتنا الآن نعم أو وردتنا بصورة عامة عبر بريدنا وعبر منصات تواصلنا الأخ عبد الله العراقي يسأل يقول هل يجوز أن نستأجر قارئا للقرآن يقرأ ختمة للميت مقابل مبلغ من المال وهل يجوز أن نهدي الصلاة للميت وهل يجوز أن نهدي سائر الطاعات والثواب كل ذلك جائز وليس فيه مشكلة إن شاء الله يجوز استئجار إنسان ليختم ختمة للميت نعم تصل للميت الختمة إن شاء الله ويحل كذلك للقارئ أن يأخذ أجرة خاصة إذا كان متفرغا لهذه الأعمال وحتى لو لم يكن متفرغا لكن بعض الناس هم متفرغون لهذه الأعمال يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير ما أخذتم عليه أجرا كلام الله يعني يجوز على كلام الله إنسان يأخذ أجرة وكذلك على الرقية كل ذلك جائز إن شاء الله ويصل للميت إن كان بنيته وكذلك إهداء الصلوات لكن ليس النياب في صلاة الفريضة ربما إنسان مات وهو لا يصلي وأراد إنسان أن ينوب عنه في الصلاة فيصلي مع كل وقت وقتا كما يعني بعض الناس يظن ذلك يقول أصلي فرضين أصلي الصبح مرتين والظهر مرتين والعصر مرتين وكذا واحد لي وواحد إهداء لفلان متوفق كان لا يصلي لا هذا لا يمكن لا يمكن الفرائض ليس فيها نيابة الفرائض من الصلاة وصيام الصيام فيه خلاف الحج نعم يجوز فيه النيابة أما الصلاة فليس فيها نيابة لكن يجوز أن تصلي نافلة وتهدي مثل ثوابها إلى المتوفى وكذلك الدعاء وكذلك أطعام الطعام والصدقات والثواب كل ذلك يصل إلى الموتى وينتفعون منهم نعم الأخت أميرة تسأل تقول توفي زوجي وكان عنده فروة أو عباءة وقد عملت منها سجادة وكذلك يوجد عندي حجاب عمتي فتعمت أن أصلي على فروة زوجي التي عملت منها سجادة وأن ألبس حجاب عمتي في الصلاة رجاء أن يصل الثواب إليهما فهل يصل الثواب لهما؟ يعني والله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونعم الزوجة الصالحة البارة أنت توفي زوجك ولم تترك الوفاء ولم تترك البر له نعم أختي يصل الثواب لزوجك ولعمتك وبارك الله فيك يعني إخوان لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاضفر بذات الدين تربت يدك يعني عليكم بذوات الدين بصاحبات الدين لأنها تنفعكم في الدنيا وتنفعكم في الآخرة كثير من النساء إذا مات زوجها نسيته ولا تكاد تدعو له لا يعني اظفر بذات الدين التي إذا صرت في موضع أنت أفقر ما تحتاج فيه إلى الحسنة ستنفعك زوجتك نعم مثل هذه المرأة تتفنن في إهداء الثواب لزوجها تصلي على عباءته كي يصله الثواب وعلى بحجاب عمتها يعني بارك الله فيك نعم أختي يصل الثواب إليهم وأنت أيضا مثابة على هذا البر وهذا العمل الصالح بارك الله فيك نعم هنا أيضا أخت تسأل تقول أرجو عدم ذكر اسمي تمام تقول تزوجت وقد عشت شهرا واحدا مع زوجي بحال جميلة وبأنس وحب وبعد ذلك بدأت تظهر أعراض نظن أنها سحر وهي أن زوجي صار لا يطيق أن يدخل الغرفة ويقول لي تعالي ننام في الصالة ثم بعد ذلك صار يقولي اذهبي ننامي أنت في الغرفة وأنا أنام وحدي في الصالة وصرت أنا صرت أنا أحيانا لا أطيق النظر إلى زوجي وذكرت كلاما آخر عموما متعلق بهذا الأمر تقول في النهاية هل يكون هذا من أعراض السحر وهل يعمل السحر مثل هذه الأعمال يعني لا حوله ولا قوة إلا بالله نعم أختي يعمل السحر التفرق بين الزوجين وهذا منصوص عليه في القرآن الكريم قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه من أنواع السحر المنصوصة في القرآن الكريم هي قلب الحقائق والتفرق بين الزوجين كيف قلب الحقائق قال وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهو نبي موسى عليه السلام قال تعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم سحروا أعين الناس جعلهم ينظرون الأشياء على غير حقيقتها وقال وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال رموا حبالا وعصيا ثم خيل إليه أنها أفاعي تسعى ثم بعد ذلك قلب الله تعالى عليهم سحرهم معجزة لسيدنا موسى يعني وذكرت مسألة التفرق بين الزوجين التفرق بين الزوجين قد يدخل فيها هذان نوعان كيف ذلك؟ رجل يحب زوجته وهي تحبه وكل منهما جميل بعين الآخر تقلب الحقائق على العيون ينظر إليها نظرة الكارح كأنما هذا الشكل هو ليس الذي دخل قلبه وهي كذلك تنظر إليه فيحصل بعد ذلك الفراق بينهما لاحظوا هنا السحر بدأ بتدرج في البداية يظهر أن السحر قد وجه إلى الغرفة قال تعالي معنا ننام في الصالة نترك الغرفة كأنما الغرفة فيها مشكلة ثم بعد ذلك حتى صار لا يطيقها حتى في الصالة يقول اذهبي أنت في الغرفة وأنا أنام لوحدي في الصالة وتقول هي أنا أيضا أحيانا أكرهه وأحيانا أحبه لاحظي أختي سأذكر لك ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط النقطة الأولى عليك أن ترقي الغرفة وهناك مشكلة في الغرفة انظري من الذي يدخل الغرفة من ضيوف أو من خارج البيت لأن مادام صار زوجك لا يطيق الغرفة إذن هناك مشكلة في الغرفة في البداية كان ليس عنده مشكلة معك قل تعالي نايمي معي في الصالة لكن الغرفة لا يطيقها إذن هناك مشكلة يعني حاولي أن تنظف الغرفة تنظيفا جيدا بالمكنسة الكعربائية بنفض الفراش وبغسله وبتنظيفه جيدا وتنظيف الأرض جيدا عسى أن تجدي خيوطا معقودة أو أوراقا كتبت فيها الطلاسم عسى وبعد ذلك شغلي سورة البقرة جهاز هاتف مثلا شغلي سورة البقرة يوميا في الغرفة ومن الأمور المجربة ليست من السنة حتى لا يقول أحد هذه بدعة وهذه ليست من السنة لم أقول من السنة إنما من المجربات والمجربات جائزة من المجربات أن تقرأ الرقية الشرعية على ملح على ملح ربما الجن يستاء من الملح ربما وكذلك على الخل الملح ربما أهون الخل قد يحدث روائح لكن الملح تقرأ الرقية الشرعية إذا كنتم لا تعرفون الرقية الشرعية شغلوها من الهاتف في الإنترنت اكتب الرقية الشرعية هناك رقية الشرعية بصوت عدد من القراء الكرام فعلى ملح ويضع على الزوايا وكذلك ماء الرقية ماء ويسلط عليه الهاتف يقرأ عليه الرقية الشرعية يمسح به الدار يوميا خاصة تلك الغرفة الموبوءة التي حصلت فيها الرد تفعل لزوجكي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الظاهر أن هناك سحرا قد وجه عليك أنت لأن زوجك صار لا يطيقك حتى في الصالة التي خارج الغرفة ويبدو أن هذا حدث فيما بعد الظاهر أن أولئك الخبثاء الملاعين الذين عملوا السحر عليكم في الغرفة لما رأوكم قد انتقلتم إلى الصالة علموا بأن الحب لا يزالوا موجودا فعمل السحر عليك أنت كان الأفضل لا تتكلمي أختي يظهر أنك تكلمت لبعض الناس بما انتثقين بهم وانتقل الكلام أننا انتقلنا من الغرفة إلى الصالة فسمع أولئك الملاعين فقالوا إذا لا يزالوا يحبها وقد خرجوا من الغرفة ما يجبконه أهم أرادوا التفرقة فعمل السحر عليك أنت شخصيا فصارTI لا يطيقك وَبِما أنك أنت شخصيا أحيانا تحبينه واحيانا تكرهينه عمل سحر عليه أيضا طبعا عندما عمل السحر عليك ليكرهك هو وإذا عمل السحر عليه لتكرهه أنت طيب لماذا أنت أحيانا تحبينه وأحيانا تكرهينه الظاهر أن إيمانك أقوى من إيمان زوجك زوجك لا يطيقك الآن كما تقولين في تكملة السؤال لا يطيقك في كل وقت أما أنت فأحيان وأحيان يعني فالظهر أن إيمانك أقوى من إيمان زوجك بحيث أحيانا تتخلصين من السحر ربما بمواظبة على أذكار أو على صلوات إخوان حافظوا على أذكار الصباح والمساء هي والله درع واقن عموما أختي شغل الرقية الشرعية في بيتك يوميا وشغل سورة البقرة يوميا وشغليها قرب ماء واشربي أنت وزوجك من هذا الماء وإذا صعب الأمر عليكم فعليكم بأصحاب الرقية الشرعية نعم طيب اتصال الأخ أحمد من الأنبار تفضل السلام عليكم شيرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يبارك بيك على هذا البرنامج احنا كلش نشكرك الله يرفع قدرك يا خيال عزيز بارك الله فيك الله يتنك والله شيخ أخي دس لك يعني شبل الوقاية من السحر يعني واحد شون يحص النفس من السحر والسؤال الثاني أنه الموضوع الحسد يعني شون أنه مثلا آني يعني يمكن تعرف شيخ يا سيد العارفين حضرتك أنه مثلا مرات واحد يحسد بدون ما يعرف هو عينه بها مشكلة حلو أقول عينه بها مشكلة مثلا إيه يعني تلوقاية شنو من أدخل البيئة مثلا أشوف سيارة مثلا طديقي مشتريها يعني شنو اللي أقول تسأل وقاية عن هو نفس الحاسد صاحب العين العائن أم كيف نتقي منه كيف نتقي منه وإذا صارت مثلا يعني فرضا مثلا آني شون يعني أنه ما أريد أحسد يجوز آني أحسد وما أدري بالنسبة طيب 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 جميل 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 يعني ليس لين شيخنا حياك الله بارك الله ربيك شكرا شيخ فيكم بارك الله وحفظكم نعم الأخ سأل سؤالين الأول كيف الوقاية من السحر والثاني كيف الوقاية من العين سواء هو العائن هو العائن نفسه كيف يحمي الناس من عينه هو بعض الناس تعرف أنفسها أنها عائنة يعني هو يصيب يقول ما مدي أنا أصيب بس شسا وهي عيني إنما العاميين نقول عينا ما تعقى أبقى طيب السؤال أول سبل الوقاية من السحر أولا على الإنسان عندنا اتصال آخر المخرج طيب حتى لا يبقى معلقا تفضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي أخة ليلة أبرك الشيخ ولي تفضلي نعم معك عليكم السلام ورحمة الله شيخ عندي سؤال بلد رحمة تفضلي شيخ أنا زوجي يعني مرة ألط وكفر وشب المسحب أنا قسمت يومين إنه بعد قلت لها إنه أنا ما أفر جوجتك إذا تسيب ومتكفر بعد قلت لها الرجال اللي ما يعرف حق المرة وحق ربوبية يعني مفرد عميكوا رجال المرة تحرم عليهم وصحيح لأنا نعم بلا شك أي فشيخ أنا قلت لك طيب هو عادها وراء ما حلفت يمين هو عادها عادة يعني كفر مرة أخرى شيخ الآن نسيت في سب المذهب وقلت لي قال أنا نسيت تبيته هاي أخير مرة قلت لي يعني إذا ما تبطل هذا الشيء أنا أختي الكريمة بالنسبة لمن يكفر بالله سبحانه وتعالى أو بالمصحف الشريف أو يكفر بأي شيء من شعائر الإسلام وشرائعه والأنبياء السابقين والكتب السماوية المنزلة أنت تحرمين عليه سواء أقسمتي أو لم تقسمي الإنسان إذا كان يكفر هذا يعد مرتدا يعد مرتدا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى سب الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو سب ملكا من الملائكة أو شعيرة من شعائر الإسلام أو نبيا من الأنبياء يعد مرتدا كافرا تحرم عليه زوجته سواء أقسمتي أو لم تقسمي لكن أنت فعلتي جيد أمرا جيدا هو عندما كفر بالله تعالى أنت أقسمتي يمينا إذا فعلها مرة أخرى لن تكوني زوجة جيد هذا تهديد له يعني قد يكون طريقا له أو تلجئينه للتوبة عليه أولا أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الألفاظ القبيحة ثانيا عليه أن ينطق بالشهادة حتى يدخل بالإسلام جديد لأنه صار كافرا كافر كافر خلص كأحكام سائر الكفار فعلينا يدخل في الإسلام فإذا دخل في الإسلام لا بس أنت ترجعين له على العقد الأول مع أن الأورع خروج من الخلاف أن تعقدوا عقدا جديدا لكن حتى لو لم تعقدوا خلص ارجعوا على العقد الأول لأنهم ترجعون مرة أخرى فإذا سب الله تعالى مرة أخرى أو انتقص من أي شعيرة من شعائر الدين هنا أنت تحرمين عليه ولا يحق لك العودة فإذا تاب بعدها يحق لك العودة لكن تدفعين كفارة لأنك أقسمت يمينا لا ترجع إليه نعم لا حول ولا قوة إلا بالله كثير من الناس أبناء حرام وهم لا يعلمون أنفسهم لأن أباؤهم يكفرون ولا يتوبون ويبقون يعاشرون نساءهم والرجل إذا كان يكفر فمعاشرته لزوجته زنا إذا لم يكن يتوب وينطق بالشهادة من جديد نعود إلى سؤال الأخ المتصل الأول ما هي سبل الوقاية من السحر الحفاظ على الصلوات الخمسة بأوقاتها وخاصة الفجر الحفاظ على أذكار الصباح والمساء درع واق من السحر ومن كل شيء كذلك علينا الوقاية فيما نأكل وما نشرب بعض الناس يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر نعم تعرض للسحر ليعلمنا الله سبحانه وتعالى بأننا يجب علينا أن نكون في كامل الحذر لا يقول أحد أنا مؤمن وانا كذا سيد الخلق تعرض للسحر لكنه تم فك السحر فيه نزلت المعوذتان قول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس نزلت عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره اللعين لبيد بن الأعصام اليهودي واليهود هذا كيدهم من بداية أمرنا فنزلت المعوذتان ليعلمنا الله تعالى بأن الوقاية من السحر والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال أذكار الصباح والمساء فعلينا أولا أن لا نأكل ولا نشرف في أي مكان إنما عند الذين نثق بهم لأن السحر قد يكون بواسطة الطعام فإذا كنت تشك في إنسان وتقول أستحي أن لا أكل عنده أحرج أن أكل عنده أخي أوقع نفسك في الحرج ولا توقع نفسك في هذه المصيبة التي قد تؤدي إلى موتك كثير من الناس يموتون بسبب طعم السحر بسبب أن يأكل السحر يموت السحر هو شيء من السموم يعني قد تحصل أمراض خبيثة جدا وقد تؤدي إلى الموت وعلى الأقل هو ستتدمر حياته فالوقاية أولا والثانيا التسلح التسلح بأن تؤدى الصلوات الخمس بأوقاتها وأن يلتزم بأذكار الصباح والمساء وأن لا يهجر المصحف ليقرأ يوميا ولا صفحة واحدة نعم بالنسبة للعين الأخ سأل كيف نتقي من العين سواء يتق العائن أو المعيون العائن هو اليصيب والمعيون اللي ينصاب كيف الوقاية لك ليهما أولا بالنسبة للعائن العائن هو مرض مبتلى به الإنسان ليس هو لا يتعمد الضر لكن هو يستطيع أن يتحكم به كيف يستطيع أن يتحكم هذا هو الحل الحل أنه إذا رأى شيئا جميلا جمل بعينه وأعجبه الحل هو أنه يبارك يقول مثلا أي لفظ من الفاظ البركة كان يقول تبارك الله أو بارك الله في هذا أو اللهم بارك اللهم بركتك أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذه الأمور تصرف عين العائن اطمئن ما رح يتأذى هذا من عينك إذا سويت هذا العمل الله تعالى قال فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأنه عندما جملت الجنة بعين ذلك الرجل بعدها أحيط بها وصارت حطبا أحيط بها بمعنى نزلت عليها صواعق أو أشياء أتلفتها لأنه لم يقل الدعا فهذا أولا أو أن يبارك كيف ذلك مر رجل وكان عائنا معروف بالعين والحديث صحيح مر رجلا فرأى صاحبه يصبح في النهر والظاهر أنه كان أبيض هذا الذي يغسل تعرفون جزيرة العرب اللون الغالب على البشرة الأسمر وقد يكون شديد السمرة لكن هناك منه أبيض فرأى رجلا أبيض فقال ما أحسن لون هذا أو نظر إليه فوعك ونام على الفراش ومرض مرضا شديدا فلما بلغ هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أَيَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِعَيْنِهِ أَلَا بَرَّكْتُمْ يعني هذا دليل على أن العين قد تؤدي إلى القتل أَيَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِعَيْنِهِ أَلَا بَرَّكْتُمْ يعني ألا تلفظتم بألفاظ البركة كانت تقول مثلا اللهم بارك له في جسده أو رأيت مالا كثيرا اللهم بارك له في رزقه أو قل تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله الرزاق أي لفظ من ألفاظ البركة وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هنا يزول خطر العين بالنسبة للعائن أما بالنسبة للمعيون المعيون اللي ينصاب وقع عليه العين إذا كنت تعرف الشخص الذي أصابك بعينه كثير من الناس يعرفون مثلا الشخص مجرب عينة تصيب دخل على بيت بنفس اللحظة وقعت مشكلة من السنة وهذه أمر غيبي لا تقول ليش ولا تقول شنو فايدتها ولا تقول شنو معناها أمر غيبي هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب منه ماء الوضوء أو ماء الغسل قل لها غسل وانطيني مي له حتى تغسل يدك وإذا توضى بعد أحسن جيب المي ما لهذا العائن ولو صعب إحنا نطلب هذا الأمر لكن يعني إذا تقدر بأي طريقة من وضوءه أو من تغسيله حتى لو غسل يده تأخذ هذا المي وتسكبه على المعيون الإنسان اللي ينصاب ذب علي سيشفى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر أما ليش علاقة المي ما ندري هذا أمر غيبي هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل ولهذا قال من استغسل فليغسل يعني واحد يجع عليك قال لك بلا بلا زحمة لكن طيني شوي من المي مالك مال الغسل أو مال وضوء لا تقول لا ولا تقول أشي لك به ولا تزعل منه من استغسل يعني من طلب منه ماء الغسل فليغسل لا يقول لا حتى يعني ما تخلي بقلبه شيء وإن كان هذا الأمر صعب لكن هذا هو علاج هذا العلاج الأول العلاج الثاني أن نقي أنفسنا يوميا بحجاب العين ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين وهما ريحانته من الدنيا وسيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما كان يحبهما كثيرا صلى الله عليه وسلم وكان يخاف عليهما من كل شيء يخاف عليهما من العين وحتى يخاف عليهم من الحشرات النمل أو غير النمل كان يخاف عليهما فكان يرقيهما من العين ويرقيهما من الحشرات ويرقيهما من الشياطين كذلك فكان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة الهامة هي الهوام الحشرات يعني هذه الرقية يفضل أن ترقي نفسك بها وأهلك يوميا حتى إن لم تكن مصابا بالعين الوقاية خير من العلاج اجعلها حجابا قبل أن يقع عليك العين أنت تنتظر العين ثم بعد ذلك تريد العلاج حاول الوقاية هذا العلاج كذلك العلاج بقوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير آيتان من سورة تبعك تتعلق بالعين والبصر وآية من سورة القلم التي بعد تبارك مباشرة وهي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين آخر آية من سورة القلم سورة نون التي تكون بعد تبارك مباشرة هذه آيات كذلك الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتان هذه كلها رقى من العين كذلك أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئون في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات والسمع العليم ثلاث مرات هذه كلها موجودة ضمن أذكار الصباح والمساء فالذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء سيقرأ هذين الدعائين بالضرورة يوميا صباحا ومساء أما دعاء يعني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عن اللامة هذا ليس موجودا في أذكار الصباح والمساء لكن على يتحال من أراد أن يحفظه أو أراد أن يكتبه سوعيده أعوذ إذا كان يعوذ نفسه وإذا كان يعوذ غيره أعيذك حتى لو كان يعوذ سيارة أو يعوذ مصنعا أو يعوذ متجرا محل دكان أعيذك بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة هذه وقايا من العين يعني وقايات من العين نعم عندنا سؤال أخت تسأل تقول زوجي طلقني وأنا الآن في عدة منذ شهر وعندي أطفال وأبوهم يجب أن يراهم في كل شهر ويجب أن أكون معهم لأنهم يخافون من أبيهم وهم أصلا لا يرضون أن يراهم لأنه تركهم منذ سنة ونصف أريد الجواب وأنتظروا جوابكم يعني لا أدري لماذا لا يريدون أن يروا أباهم هل يا ترى أنت تكرهين أباهم منهم أستغفر الله يعني لا أتهمك أسألك المرأة التي يطلقها زوجها أنا لا أعرف ما هو سبب الطلاق ومن هو سبب الطلاق أنت أو هو لكن عليك أن تحبب أبنائك بأبيهم وهذا من محاصر خلقك ومن محاصر تربيتك لأنك إذا حببت أباهم لهم فإنك تعلمينهم البر وإذا كرهت أباهم بهم فأنت تعلمينهم العقوق تعلمينهم العقوق فاحذري الإبن في النهاية يعني الإبن مرجعه حتى البنت مرجعهم في النفقة ومرجعهم في السند هو الأب أنت لك التربية وبارك الله فيك والشريعة تعطي الحضانة لك إلى مدة محددة لكن حاولي أن تحبب أباهم بهم إذا كان مقصرا معهم في النفقة طيلة سنة يمكنك أن تشتكي عليه عند القضاء القضاء سيلزمه بأن يعطي النفقة بأثر رجعي يعني يقول أن طيب نفقة مالسنة هل يمضت ومن الآن فصعدا شهريا يجب عليك أن تعطي كذا مبلغ لهم على إيتيحال ليس من مصلحتك ولا من مصلحتهم أن تعلميهم كره أبيهم إذا نشأوا على كرهه ستحدث مشاكل عند الكبر وإذا نشأوا على حبه سيسندهم أبوهم وهم أصلا سيكونون عون لك طيب أسأل الله تعالى أن يدفع عنك الأذى أما سؤالك هل يجوز أن يراك أبوهم كوني محتشمة وكوني محجبة أثناء عدتك ولا بس أن تكوني مع أبنائك حين يراهم أبوهم نعم الأخت فاتن من بغداد تفضلي فاتن من بغداد فاتن من بغداد معنا اتصال لا يزال قائم قط على اتصال طيب هنا الأخت إيناس أحمد تقول رمضان سنة 2015 يعني قبل خمس سنين أفطرت ولا أعرف كم يوم فكم يوما يجب علي الصيام وهل علي كفارة أم عفى الله عما سلف إذا أفطرت بعذر وهذا العذر مستمر إلى يومنا هذا ولا أظن هذا الأمر موجودا لكن ربما أفطرت لمرض والمرض مستمر من يفطر لعذر وهذا العذر بقي مستمرا لا يجب عليه إلا القضاء عندما يزول هذا العذر مثلا مرأة حامل لم تصم رمضان ثم جاءت بعدها يعني صامة في بداية حملها ثم رمضان المقبل كانت مرضع ثم بعد بقيت سنتين ترضع مرت عليها ثلاث رمضانات عندما تقضيها تقضيها فقط ليس عليها كفارة لأنها لم يأتها وقت يتسنى به أن تقضي لذلك عليها القضاء فقط وليس عليها كفارة أما إذا تسنى لك وقت يعني صار أمامك وقت تستطيعين أن تقضي فلم تقضي حتى دخل رمضان آخر هنا عليك القضاء مع كفارة أنت تقولين ما أعرف أنا كم يوم فاتني برمضان الماضي خلاص عليك أن تقدري تقديرا بحيث يكون العدد أولا غالب الظن هو هذا وثانيا ليس أقل منه إذا أن تشاكك ستة يام له سبعة أيام صومي سبعة أيام واخرجي من العهدة وعليك مع كل يوم فدية الفدية ألف دينار عن كل يوم ألف دينار حتى لو دفعتها مقصة طيب كل ما سنعندش ألف تنطيل فقير مشرط ألا كلها دفعة واحدة نعم طيب سارة من بغداد تفضلي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلو مرحبا عفوا للشيخ لو سمحت ردنا تأسألك شبلي اللي يفعوني السحر شنو عقوبة للي يفعون السحر بنفس الوقت عفوا لو سمحت الساحر ولا اللي يروح الساحر الساحر ولا اللي يروح اليد يفسي له السحر لا اللي يروح للساحر واللي آمن بعماد السحر والشعودة طيب سؤال ثاني لو سمحت هل الموت والسلطان ممكن أن يكون من عمل السحر طيب وفي حال عقوان وجد السحر في المنزل كيف يتم اكتشاف البقية بقية السحر وكيف يتم اتصاله طيب شكرا جزيلا إليك شيخ أهلا وسهلا بك أختي أختي سألت ثلاثة أسئلة ما حكم من يعمل السحر السحر كافر انتهي الموضوع السحر الذي يعمل السحر كافر وحد الساحر القتل يقتل ردة ليس حدا يقتل ردة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى في مقابل المسلمين والذي يتولى قتله هو أمر القاضي يجب لو أقيمة حدود الشرعية نعم أما الذي يذهب إلى الساحر فهنا في تفصيل الذي يذهب إلى الساحر ليعمل له السحر إذا ذهب إلى الساحر وهو مصدق له ويعمل عنده السحر فهذا كافر أيضا و أما إذا كان لا يصدقه و إنما يجلس عنده فقط لا يطلب منه عمل السحر ولا يصدق يجالسه فقط هذا ليس كافرا لكن لا تقبل له صلاة أربعين يوما يجب عليه أن يصلي لا نقول له اترك الصلاة أربعين يوما لأنها غير مقبولة لا إذا لم يصليها يجب أن يقضيها فيما بعد يجب أن يصلي وهو يعلم بأن صلاته غير مقبولة و إذا مات مات في حالة رفض و بعد عن الله سبحانه و تعالى إذا مات خلال هذه المدة بعد الأربعين خلال هذه المدة عليه أن يتوب أما إذا بقي يجالسه باستمرار هذه الأربعين تمتد أربعين يوما بعد أربعين يوما بعد كل مجلس أربعين يوما لا تقبل له الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا والمقصود بالساحر كانوا يسمى قبل الكهنة والعرافين أسماء الساحر على أي تحال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله و صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كافر خلص إذا كان يصدقه و يعمل عنده أعمال الشعوذة عياذ بالله والحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما يا رب لطفك يعني مجرد الذهاب إلى الساحر أمر خطير جدا أمر خطير على مصير الإنسان و علاقته بربه سبحانه وتعالى أما هل السحر يسبب السرطان والموت نعم نعم لأن يعني متى يسبب السرطان يسبب السرطان في حالة نوع سحر الطعم السحر هناك الدفائن سحر مدفون يدفنونه في أرض وهناك المطعوم وهناك السحر بواسطة الاعتداء الجن تسخير الجن على الإنسان الذي يسبب السرطان هو سحر المطعوم لأنها سموم يعني هذا الطعوم سموم مستخرجة من بعض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات القذرة والحشرات فهذه تسبب السرطان وهل يسبب الموت نعم يسبب الموت حتى سيدنا عمر رضي الله عنه كان ضمن أحكامه بعد الفتوحات عمر هو يعني أمير المؤمنين خليفة الفتوحات نال الحكم عشرة سنوات فقط فأسقط عشرة إمبراطوريات أو سبعة إمبراطوريات عمر بعض الإمبراطوريات ألف سنة وفتح الفتوحات ونشر فيها نور الإسلام وأخرج أهلها من العبودية والظلام والظلم وساد العدل في مناطق كبيرة جدا لذلك عمل وثيقة عرفت بالوثيقة العمرية ولم يسمها كذلك بعده عرفت بالوثيقة العمرية وهي الآن من القوانين التي تدرس حتى في الغرب يعني قوانين عظيمة وكأنما الذي وضعها قد درس القانون طيلة حياته وهذا من فتح الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمر بأنه ملهم قال إنه كان في الأمم ملهمون محدثون ما معنى محدث كأن هناك نورا يحدثه فيتكلم بالواقع فإن كان في أمتنا فهو عمر فكان من ضمن أحكام عمر رضي الله عنه أن القاتل بسحره كالقاتل بسيفه الذي يقتل إنسانا بسحر يعترف أو يثبت عليه بالدليل ويموت الإنسان آخر يعد قاتلا يقتل كما لو كان قد قتل بسيفه إذن فالسحر يسبب الموت وأما السرطان فيسببه السحر المطعوم وهو نوع من أنواع السحر نعم يسبب السرطان ويسبب أشياء أخرى يسبب أن اتصل برجل عنده تشمع الكبد ويحتاج إلى من يتبرع له بكبده بجزء من الكبد وبعملية يعني تكلف عشرات الآلاف من الدولارات حسب ما زعم هو قال بأن هناك إنسانا طعمه السحر وعترف عليه ذلك الإنسان على يتحال يسبب أمراضا خبيثة تؤدي إلى الموت إذا وجد السحر في المنزل كيف يبطل ينصح الذي يجد سحرا في بيته أن يذهب به إلى معالج بالرقية الشرعية أو إلى عالم هي لو قرأتم على هذه الورقة السحر كيف يكون إما بورقة وإما بأشياء معقودة تجدون حبلا صغيرا أو خيوطا حول عود وهذه العود ربما في بعض الأشياء إذا وجدتم شيئا معقودا فافتحوه وانفثوا عليه بالفاتحة واية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وإذا آيات إبطال السحر يكون أفضل هناك آيات فقط اكتب رقة السحر أو آيات إبطال السحر تجدونها في الانترنت مثل إنما صنعوا كيدا ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ما جئتم به السحر وإن الله سيبطله يعني هذه آيات لإبطال السحر نعم فتنفخوا عليها ثم تتلف فإذا كانت ورقة تحرق وإذا كانت أشياء عقائد يعني أشياء من العقائد التي عقدت يعني المعاقد يمكن أيضا أن تمزق أو أن تحرق أو ما شاكل ذلك يبطل السحر إن شاء الله يبطل السحر ولا يبقى عليه أما مسألة أن يلجأ إلى ساحر ليفك السحر أنت كمن يعالج الرمضاء بالنار يعني بالضبط مثل ما إنسان دا يمشي على شارع مبلط حار نار دنيا شمس حارة شايفين الظهر بالصيف بالعراق شون يصير الشارع دا يمشي هو رجلي حافي حافي برجليه وفرقسة رجلي من الحار وشاف حفرة بها نار قال والله خلي أنهز من الشارع وحفرة النار هذا بالضبط هو الذي يذب إلى ساحر ليفك السحر تعرف لي اش هذا الساحر ما يخاف من الله هو اللي يخاف من الله ما كفر الساحر ما يصير ساحر إلا بعد أن يدنس المقدسات كأن يلقي القرآن أجلكم الله في النجاسة أو أن يقرأ آيات القرآن أثناء في داخل المرافق أو أن يكتب بعض آيات القرآن الكريم بالنجاسات يجيب نجاسة يعني يمصخ بها القلم ويكتب بها استغفر الله العظيم يا رب سترك إلا أن يفعل هذه الأشياء عندئذ تطيعه الجن ويعملون له الساحر الساحر لا يكون ساحرا إلا أن يدنس المقدسات كما عثر على ساحر في زمن هارون الرشيد يدعي أنه ولي يعرف هذه الناقة هل هي حامل ببعير ذكر أو بناقة أنثى يدعي أنه ولي عنده كرامة فأرسل هارون الرشيد رحمه الله خليفة أرسل إلى من يداهم بيته ويفتشه فوجدوا حفرة فيها حبل متدلي ففتحوا الغطاء الحفرة فوجدوا فيها نجاسة سحبوا الحبل فوجدوا مصحفا مدنسا في النجاسة مغمس في النجاسة يا رب عفوك وسترك فهذا الساحر لو كان عنده ذرة من خوف الله تعالى لما صار ساحرا طيب انت انسحرته رحت على ساحر دي فكلك السحر أول فقرة راح يقولك انطيني اسمك واسم أمك لا يوجد في الشريعة شيء اسمه الاسم واسم الأم ما موجود بالشريعة تريد تهدي دعاء اهدي باسم أبوه أو باسمه هو الله يعرف من هو كل ناس يقولك الله يناديهم يوم القيامة باسم أمهاتهم ماكو هذا الكلام يوم القيامة ينادى الإنسان باسم أبيه في الحديث ينصب لكل غادر لواء عند دسته يقال هذه غدرة فلان ابني فلان ماكو اسمه الأم لا بالدنيا ولا بالآخرة إلا عند الجن والذين يعملون أعمال الشعوذة فإذا شخص قال لك انطيني اسمك واسم أمك هذا واحد من اثنين يئما انسان ساحر يعمل مع الجن لأن الجن يدور اسم الأم يئما ان يكون انسان مخدوع غشيم يجهل الرقية الشرعية يظن هذا الظن كثير من الناس ما عندهم شغلة سحر بس يظن عبالة عبالة من يكتب الدعاء يكتب جوا اللهم هذا فلانة من فلانة يا أخوان لا تنخدعوا بهذه الأمور الدجل ماكو شي اسمك اسمك واسم أمك بالشريعة ماكو شي في أي حكم من الأحكام فالساحر انت لما تروح عليها راح يقول لك ما يخالف فأنا فوق لك السحر طيل اسمك واسم أمك منصار اسمك واسم أمك يم انت سلمت رقبتك وربما يفوق لك السحر وربما ترتاح كم يوم بس هذ منه طق الفلس أو من يحتاج فلوس يطلع على شي في ماله شوف منه جاي عليها وعنده اسمه واسم أمه افترض جاء اسمك سوى عليك سحر حتى ينهي جين بيتك حتى تروح عليه ويأخذ منك فلوس احذر أن تضع اسمك واسم أمك عنده سحر نعم اتصال الأخضياء نعم تفضل سلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم يوفقك وينفع بيكم إن شاء الله يا رب العالمين الله يرحمه عليك شيخ سؤالي أنه حديث نصر سلم العين حق ولو شيء سبق القدر لسبقته العين طيب فشيخ المسألة أنه إذا العين حقه ليه شيء عن الحسد أنه صفة مذمومة يعني يحاسب المحسود قد يكون إنسان يعني كما اللي ورد بصورة الكهف اللي واحد عنده جنة واحد يعني الأصدقاء وهذا ليه شيء عنه إذا إذا واحد شيخ يعني عنده ويباوع وما عنده يعني شن الفرق بين إنه العين حق ولو سبقته العين شن الفرق ما شيخ المسألة الفقه شكرا شيخ رحمه الله عنا بيك هياك الله أولا هل هذا الحديث صحيح العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين نعم هذا الحديث صحيح لكن الناس لا تفهمه على معناه الصحيح الناس عندما يقولون العين حق كأنما يفهمون أن صاحب العين هو صاحب حق لا يا إخوان عندما يقول العين حقي عن نعم العين موجودة لأن هناك من ينكر العين يقول لا ماكو عين العين ما تأذيه إلى الآن هناك ناس يقول لك العين ما تأذيه فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حقي عن نعم العين موجودة مو يعني صاحب العين على حق له ورد ذنب العين في القرآن وفي السنة كما ذكرنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غضب وحاسب ذلك العائن قال يقتل أحدكم أخاه بعينه ألا بركتم ليش ما قلت تبارك الله ليش ما قلت اللهم بارك له في رزقه في ماله في جسده في شيء آخر في ذريته ليش ما تبارك فذمه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن العين مذمومة لكن عندما يقول حق يعني موجودة كما لو قال إنسان هل النار حق نعم النار حق هل عذاب القبر ونعيم حق نعم أنا دعم ده عذاب القبر لا بس ده اقول لك يعني موجود يعني حق نؤمن به فعلينا أن نؤمن بأن العين حق بمعنى أن العين مؤثرة أن العين موجودة نعم هذا الأمر ده يقول لك ما أنها العين حق وَلَوْ كَانَ شَيْ يَسْبُقُ الْقَدَرُ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ نعم لا شيء يسبق القدر إلا شيء إلا شيئا واحدا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ممكن الدعاء يرد القدر القدر نوعان قدر محتم هذا الدعاء لا يرده وهو كل قدر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن نتكفاه أو أن نتقيه مثلا الموت الموت حق يقدر واحد يقول يا رب اصرف عني الموت ما هذا قدر قدر في ابن آدم أنه يموت يصير واحد يقول يا رب مارد أكبر أتبقى شاب طول عمري لا الشيخوخة مرحلة عمرية لا بد أن ترد على الإنسان هذه أمور محتمة لكن الأرزاق مثلا الرزق ليس قدرا محتما لذلك وجدت أدعي للرزق الله مرزقني رزقا حلالا طيبا مثلا الله مرزقني يعني أدعي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرزق العلم السعادة الفقر الغناء هذه أمور السلامة كذلك يعني ربما إنسان يقدر له أن يذهب من هذه المدينة إلى هذه المدينة بالسيارة يقدر له أنه يصاب بحادث هذا الحادث سيؤذيه بدنيا وماليا سيارتة ربما تتلف وبدن يتكسر أو يمرض أو يصاب بوعكة فقرأ دعاء الركوب سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمقالبون خلاص يصرف عنه هذا القدر حتى وإن كان نازلا حتى وإن كان نازلا القدر يصرف عنه بهذا الدعاء إذا مكتوب موت لا خلاص ما ينصرف لكن إذا كان حادثا لا يؤدي إلى الموت إنما إطلاف السيارة والبدن يصاب بإصابة في البدن هنا قد يصرف بماذا؟ بالدعاء نعم وإلا إذا كان هذا القدر لا يصرف شنو فائدة الدعاء ليش النبس صلى الله عليه وسلم قال ادعوا عند الركوب لماذا قال عند السفر قولوا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد إذا كان ما ينفع على شنو هذا يدل على أن هذا القدر قد يصرف وقد يغير الدعاء يرد القدر نعم فهذا معنى العين حق نعم طيب هنا الأخ مصطفى الشمر يسأل يقول وقت صلاة الإشاء هل هو محدود أم يبقى طوال الليل وقت صلاة الإشاء باق إلى الفجر فلو صليت ركعة واحدة في آخر وقتها وبعد أن أكملت الركعة أذن الفجر تعد صلاتك تامة تعد صلاتك مؤدات وليست مقضية تعتبر الصلاة أداءا وليست قضاءا لكن يكره تأخيرها بعد الثلث الأول من الليل قسم الوقت إلى ثلاثة أقسام هذا الثلث الأول يكره أن تؤخرها يكره أن تؤخرها لكن لو أخرتها لا تكون آثما لكن أجرها أقل نعم هنا أيضا أخ يسأل يقول إذا مرضت كيف أعرف أن مرضي يحتاج إلى دواء وطبيب أو أنه سحر في البداية اذهب إلى الطبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوه فإن الله لم يضع داءا إلا وضع له دواءا نحن قلنا السحر موجود وقلنا العين موجودة ثابت بالآيات والحاديث وثابت بالتجربة كلنا رأيناه رسول الله يكفينا وإياكم شره لكن لا يعني أن كل شيء يصيب هنا نقول عين لا هناك إنسان يبالغ كثيرا في العين والسحر إذا آلمه رأسه قال أنا معيون إذا حدث معه حادث أنا معيون إذا ربما وخزه شيء يقول أنا معيون يمولها الدرجة يا أخي إنسان معرض للمرض معرض لحوادث معرض كل شيء غير السحر فعليك أولا أن تراجع الطبيب فإذا قال لك الطبيب ليس عندك مشكلة بعض الناس يحس بآلام ويحس بسقام يطرح بالفراش فإذا يذهب إلى الطبيب ويكشف عنه وبالأشعة الحديثة وبأشعة الرنين وبالفراس ويقول له الطبيب لا يوجد فيك أي مشكلة عندئذ راجعنا سك قد تكون معرضا للإصابات الروحية والأعمال الخبيثة أما الأصل أنك أذهب إلى الطبيب ليكتب لك الدواء هذا هو الأصل نعم هنا أخ يسأل يقول أريد أن أنصب برج أنترنت فوق البيت هلو وحلال يوم حرام يعني يبث أنترنت والعالم تأجر منا والله يا أخي لو تلقاله غير شغلة أفضل هو ليس حراما ما قدر أقول لك حرام لكن فيه شبهة هذا الرزق لا يخلوه من شبهة كثير من الناس يستعملون الأنترنت بغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى يستعملونه بالحرام وليس هذا فقط بل تحدث حوادث شنيعة بسبب الأنترنت تحدث قبائح ويحدث فسوق ويحدث فجور بسبب مواعيد وهذه الأمور التي تحدث عبر الأنترنت لذلك غيره أفضل غيره أفضل لكن إذا استطعت أن بواسطة الأمور الحديثة إذا استطعت أن تحجب المواقع الباحية وكذلك مواقع السطو هناك ليس فقط الأمور الباحية السطو على الأموال وما شاكل ذلك أظن في العراق هذه الأمور ليست موجودة أمور السطو لعدم يعني قلة وجود الأرصد المصرفي وهذه في العراق لكن عموما إذا استطعت أن تراقب وأن يعني تحجب هذه المواقع التي تؤدي إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى فلا بأس عليك وإذا لم تستطع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا مما تركت سنة التعويض قائمة لمن يترك عملا ابتغاء وجل الله سبحانه وتعالى نعم هنا أيضا أخ يسأل يقول عندي أرض زراعية أميرية معنى عقد مؤجرة من الدولة كيف تقسم بين الذكر والأنثى هل للذكر مثل حق الأنثيين والأرض زراعية أميرية وفيها سند لا أخي هنا لا تقسم بالقسام الشرعي القسام الشرعي هو للميراث وشرط الميراث الملك التام للمورث يعني إذا توفى أبوك وعند شيء ملك له هنا إذا بلا ورثته أما هنا الأرض هو لا يملكها هو مؤجر لها مؤجر لها من الدولة لذلك يجري عليها قانون الدولة فإن شاءت سحبتها بعد موته وإن شاءت أعطتها لأبنائه وإذا أعطتها لأبنائه فوفق قانونها يعني لو كان أنا عندي محل وليم أجر مني توفى هل أولادة بدون إذني يقسمون بيناتهم للمحل كل من يقول أنا أخذ مترين ثلاثة من المحل لو كان محل مثلا كبير لا بإمكاني ألغي العاقد خلاص توفى أبوكم بعد ما عندي بشو رويكم راح أجرى لغيركم وبإمكاني أن أقول يا بأي لكم أنتو الولد بعده الولد والبنات بالتساوي المال مالي وبكيفي شون مرده وزعه هذا ليس إرثا لذلك يقسم بحسب قانون الدولة نعم تصال أخ سيف من الموصل تفضل السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا عندي سؤال السؤال الأول أنا قاعد بيت إيجاري سير أخذ قرض بفائدة طيب أنا أقدر أخذ القرض وقدر أبني بيت قاعد بيبني إيجاري إيجار حل تعبنا أطرف أنت وشو أبني حل قليل عندك وارد عندك انطيني مجال عندك وارد يكفي للإيجار ولل وللنفق على العائلة شيخ ما عندي المولد أسر إذا أحطره ما أدركنا سيرويتها البيرين بس أنا مودي لمشي أمري ما يعني ما عندي واجه كافي وخاص ناسب طيب يعني خلينا نقول ما تكمل الشهر يكمل واردة قولوا ما يكمل الشهر وتتداين ولا واردة كيف فيك شيخ والله هو ستة يام يخلص الراتب لا إله إلا الله والباقي بالدين والباقي والمشيح يتمشي البيان ما يقدر تداين شيخ نهاية الشهر يلا ما تشيح طيب يعني البيان ما يقدر يستشيح شون تمشي ذات ثلاث يام يخلص الراتب شتاكل واش تشرب شو شيف شتاكل شتشرب إذا بثلاث يام تخلص الراتب 27 يوم شتاكل شتشرب نحن عدنا بالموصر صندوق الطماطة بالفين نعم نشتري صندوق الطماطة ونخلي باللي العشوية العشوية الطماطة قلي ومش يعيد لا حوله ولا قوة لا بالله العلي العظيم طيب سؤال آخر السؤال الثاني عندنا عندي رضيئتي رضيئتي وآهل كنا مراحة وعند تحماها كنا مراحة وبالقصف السؤال السؤال اليوم نقدر نستخدم من فلوسه هو عنده ورثة هو عنده فلوس ما الوارثة لا هو ما هو الوارثة من بيتهم كلهم ما حظ فلا ظلوا الفلوس ما لمن الفلوس ما لمن أبو أبو مثل أبو ما لأبوهم ما لأبوهم ها وخلى رضيئ هو الوارثة الوحيد الأبو اي طيب يعني نحن ما نصفل نصفل هو من يأكل معنا ويشرب طيب نعم انتو كفلتو هو عنده أموال ورثها من أبو يصير تصرفون منها ولا لا هذا سؤال ما عنده حدثنا هضلين طيب أمه أبو كلهم ماتوا وخواته وأمامه كلهم ماتوا سبحان الله ألا لعنت الله على الظالمين الموصل هي أحد المدن التي تعرضت لإبادة لإبادة جماعية التي لم يعني لم يحارف فيها المسلحون فقط إنما حربت الناس وحربت المدن وحربت الأرض ويعني استخدمت فيها سياسة الأرض المحروقة التي قام بها التحالف ومن معه لعنت الله عليهم جميعا نعم طيب تسمعوا الإجابة لا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم بالنسبة للقرض لمن يسكن إيجار إذا كان وارد الإنسان لا يكفي لإيجار لدفع الإيجار ولعيش كريم له ولعائلته بما يكفي شهرا كاملا يجوز له أن يبني بالقرض أولا ثانيا بالنسبة الرضيع الذي هو الوارث الوحيد لأبيه رضيع الوارث الوحيد لأبيه هل يجوز أن يعني عنده أموال وقد كفى له أخواله أو أعمامهم هذه الأموال ينفقوا منها عليه فقط أما أنتم فلا يجوز أن تأكلوا منها شيئا تنفقون عليه يعني لستم ملزمين أن تطعموه من مالكم ولا أن تلبسوه من مالكم أنتم تكفلونه يعني بارك الله فيكم لحمايته وهو طفل لا يستطيع أن يحمي نفسه فتنفقون عليه فقط وهذا المال مال أمانة لأنه مال يتيم تنفقون عليه ولا يجوز أن تأخذوا منه لكن يستحب أن تشغلوه له إذا علمتم بأن هناك عملا مربحا أكو بعض الأعمال مضمونة ربحة مضمون على الله أرزق على الله لكن بتاجر شاطر من السنة تشغيل هذه المال لماذا لأنه إذا كان المال بالغا النصاب فيجب أن تخرجوا زكاته هذا المال لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلوا أموال الأيتام حتى لا تأكلها الصدقة يعني لا تأكلها الزكاة مقصود بالصدقة هنا الزكاة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشغل أموال أيتام حتى يعني تنمو وهو فيها فعلهم إذن طيب أخيرا هنا أخ يسأل يقول سجلنا على قرعة الحج قبل عامين ولم تظهر أسماؤنا ولم يعيدوا لنا أجرة التسجيل والبالغة 25 ألف دينار لكل شخص وتبين أنها عبارة عن لعبة لكسب المال لصالح هيئة الحج فما حكم هذه الأموال لنا وللهيئة وتحياتي لكم هذا بحسب الاتفاق إذا قالت لكم الهيئة بأن عليكم أن تدفعوا مالا هذا المال غير قابل للإرجاع إنما هو لأجل التسجيل هنا لا يحق لكم أن تطالبوا بها لكن إذا قالوا لكم هذا المال يرجع في حال عدم يعني عدم ظهور عدم ظهور أسمائكم ولم ترجعوا لكم الهيئة فيحق لكم مقاضاتها أو يحق لكم أن تسترجعوها بالطريقة التي يعني طرق المشروعة أن تقاضوها ترفع عمركم إلى القاضي ليسترجع لكم أموالكم وتأخذوا إليه عقد التقديم وعذي الأمور الملحقة بها انتهى وقت البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يرحمنا وأن يشملنا بواسع رحمته وأن ينزلنا في دار كرامته إنه المسؤول على ذلك وهو القادر عليه أتحرمنا من دعائكم وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصعب يجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة